بسم الله الرحمن الرحيم طلبة الأعزاء طلبة مساق تفاضل وتكامل ثلاثة كالكولاس ثري بقسم الرياضيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بكم في المحاضرة التالية وهي من شبتر أربعة عشر سكشن تو يتكلم عن الليميتس and continuity for functions of several variables يعني ناخد دوال بمتغيرين ودوال أخرى بثلاثة متغيرات نعرف التعريف التالي وهو للنهاية definition if a function fxy approach the limit l as xy approach to x naught y naught we write this as limit l function fxy as xy approach to x naught y naught يعني حينما تقترب النقطة x y إلى النقطة x naught y naught بقدر كافي يعني بقريبة جدا منها للدالة fxy حتيقترب الدالة fxy حتيقترب من النهاية l حنكتبها بهذا الشكل بعض المناحضات limit لx الident function هنا xy approach to x naught y naught بيساوي x naught فيش هناك ال variable y وكذلك نمرة اثنين الليميت لل y as xy approach to x naught y naught بيساوي y naught أيضا في الشيء x أيضا للconstant function xy approach to x naught y naught للk بيساوي y وحيث وكي any number any real number طيب properties of limits of functions of two variables لما الخصائص النهايات لدوال من متغيرين وممكن هذا نعممه لدوال لثلاثة متغيرات the following rules hold if l و m and k are real numbers إذا كان الليميت للدالة fxy as xy approach to x naught y naught بيساوي l وكذلك الليميت لjxy للدالة as xy approach to x naught y naught بيساوي m إذا سمروا حلاقي الجامعة two functions بيقدر أوزع في حالة الجامعة وكذلك في حالة الفرق بين the two functions المهم يكون للدالة f limit l وللدالة j limit m إذن منقدر نجمع في حالة الجامعة في حالة الطرح منقدر نطرح وكذلك في الضرب في ثابت للدالة أيضا هضرب k في l حيث k any number وكذلك لضرب دالتين f و j مثل مثل function of single variable بالتماما ما فيش أي مشكلة في ذلك هيكون l في m والقسمة كذلك limit لتو function المكسومين على بعض هيكون l على m إلا إذا كانت m بيساوي صفر يعني نهاية الدالة j بيساوي صفر هنا بيكون شغل خاص لهذا الأمر وكذلك القوة هيكون للدالة fxy os n بيساوي l os n حيث n positive integer وكذلك الجذور limit للجذر النوني للدالة fxy as xy approach to x naught y naught حيث هيساوي الجذر النوني لl حيث l بس واحد على n l os واحد على n حيث n هنا positive integer أيضا في حالة أنه إذا كانت uneven لابد أن يكون un positive لأنه بكونش غير معرّق زي مثلا الجذر التربيعي في ناحية السالب ما بنفعش لابد أن تكون مقدار موجب طب خلينا نتحقق من هذا الأمر في الأمثلة التالية example one find the following limits limit للدالة x-xy زائد 3 على x تربيع y زائد 5 xy-y cube as xy approach to x to approach to 0 one هذه الدالة كسرية فعلا إحنا لو عوضنا مباشرة البسط حيعطينا يعني إذا عوضنا بدل x صفر وبدل y واحد حيعطينا ثلاثة وفي المقام إذا عوضنا حيعطينا قيمة اللي هو المقام سالب واحد يعني مش صفر يعني حتكون النهاية بالساوي سالب ثلاثة نمرة اثنين limit للجذر التربيعي x تربيع زائد y تربيع as xy approach to 3 وي سالب 4 اللي جوى الجذر حيكون موجة لو عوضنا بدل x بثلاثة وبدل y سالب 4 حيعطينا الجذر 25 يعني في limit نعم اللي حيساوي 5 نعم أما المرة 3 لو عوضنا في البسط ب4 limit للجذر التربيعي x هنا بجذر x زائد y زائد 3 على جذر x زائد y زائد 3 ثم من بسط اللي حيعطينا limit as x y approach to 4 و5 في في البسط يعني هنا لما نضرب القيمة في البسط الأولان في الكسر الأولان وفي القيمة في البسط في الكسر الثاني حيطينا x زائد y ناقص 9 من ربع الثلاثة ثم أيضا ناخد عامل مشترك في المقام من الكسر الأولان x حيطينا يعني الباقي أو باقي اللي هو في التحليل x زائد y ناقص 9 في الجذر التربيعي إلى x y زائد 3 طيب عنا هنا x زائد y ناقص 9 في البسط هتروح مع x y ناقص 9 في المقام يعني هيبقى 1 على x في المقام جذر x زائد y زائد 3 نقدر لأن نعوض بدل x ب4 بدل y ب5 اللي هيعطينا القيمة limit 1 على 24 قيمة اللي مت لا أدى طيب نمرة أربعة اللي مت لا أدى للكسرية x y ناقص y ناقص 3 x زائد 3 على x ناقص 1 as x y approached 1 هلاقي إنه البسط بروح والمقام يعني الكاسب روح لصفر على صفر هنا لابد إنه نحلل البسط نعمل تحليل طيب التحليل إيش هو الموجود هنا التحليل بالتقسيم يعني هيكون هنا الليمت لا لما نحلل في أول حدين ناخد y عامل مشترك x ناقص 1 ثم ناقص 3 عامل مشترك في الحدين التانين حيضينا x ناقص 1 ناتج عندي x ناقص 1 في البسط بناخدها عامل مشترك بضل عنا y ناقص 3 على x ناقص 1 بنقدر نحذف البسط x ناقص 1 يعني يبقى هنا y ناقص 3 لل limit x y approach 1 نقدر أن نعوض بادي y بواحد اللي هيكون عنا قيمة الليمت بساوي 1 ناقص 3 بساوي سالب 2 نعم في limit نمرة خمسة هنا دال من ثلاث متغيرات x y و z limit as b approach to 1 و 0 سالب 1 هنا يعني تعني x y z لتريبل اللي هو تيوبل x y z لدال e x plus z على z square z كوزين الجذر التريبي x y طب لو وضنا مباشرة حيعطينا e 1 ناقص 1 يعني بادل x بواحد وبادل z سالب 1 في المقام بادل z سالب 1 وكوزاين x y يعني 0 كوزاين 0 بس 1 يعني خلينا نشرح هذه النظرية if a function f x y has different limits along two different paths paths يعني مسارات مسارات في الدومين لا دالة اللي هي من الدرجة أو دالة من متغيرين path يعني زي منحنة لابد هذا المنحنة يمر بالنقطة المعنية اللي بدأ وجد الليمت عندها different paths in the domain of f x y as x y approach to x y 0 لابد أن يمر هذا المسار في النقطة x 0 y 0 إذا هنا two limits مختلفات لمسارين على الأقل مسارين فبكون في شي limit then limit f x y as x y approach to x y 0 does not exist هذا الأمر يعني بالعكس منقولش والله لو لقينا مسارين وفي limit لهم يعني limit هذا الكلام مش صحيح مش زي الدوال في single variable لو بنوجد limit من اليمين ومن اليسار إذا ساوي بعض إذا limit هنا بنفعش يعني لو جبت أيضا ما لا نهاية من المسارات وكان لهم limit يعني واحد لا يعني يوجد limit لابد أن نتبع طريقة طريقة التعريف المت أو مثل المثال في example 1 نمرأ واحد طيب هذه النظرية أو هذه الملاحظة فقط كيف أنا أبين إنه في الشي limit للدالة على الأقل بوجد مسارين بكون إنه المت من خلالهم يعني two limits مختلفات عن بعض إذن من نستنتج إنه في الشي limit خلينا نبدأ بالمثال الثاني if the function fxy يساوي y على x does limit if xy as xy approach to 0 0 exist هل المت exist y طيب خلينا نحن نفحص عن مسارين إذا والله طنع عنا إنه المت مش متساوي إذن لا يوجد المت طيب أول حاجة دومين الدلة y على x يعني يعني كل هما ordered bear أو two tubules xy xy in r والمقام لا يساوي صفر يعني كل النقاط xy xy plane except the y axis ما عاد محور y من فعش محور y أخذه مسار لأنه مش من ضمن الدومين طيب الآن ناخد مثلا خلينا ناخد المسار الأولاني وهو y يساوي صفر عبارة عن x axis طيب x axis هل يمر بنقطة صفر صفر يمر نعم نعم طيب نعوض الآن في الدلة يعني الدلة xy as y يساوي صفر يعني نعوض بادل y يساوي صفر فهتكون الدلة صفر على x يساوي صفر لكل القيم x لا تساوي 0 لأنه إذا كان الصفر يكون غير معرفة إذن يساوي صفر أنا يعني نقطة صفر إيجاد اللمت عندها فلذلك يعني أنا أقترب تقترب النقطة xy للنقطة origin 0 إذن حيكون اللمت لا fxy as xy أبرج 0 0 along the path y ساوي صفر هيعطينا بساوي 0 إذن اللمت على هذا المسار بساوي صفر طب خلينا أخذ مسار ثاني along the line y بساوي x طب هل المسار هذا يمر بنقطة origin يمر بالنقطة صفر صفر إذن بنفع أخذه مسار نعم طب الدالة على هذا المسار هتساوي يعني كأن بعوض بادل y x يعني كأن الدالة بصير fx x حيث y بساوي x يعني هتكون x على x بساوي 1 for all x لا تساوي 0 لأنه بنفعش تكون صفر على صفر إذن هيكون اللمت للدالة fxy هي x على y as x y approach to 0 0 along the path الهوى line y بساوي x بساوي 1 إذن ناتج عنا two limits مختلفات 0 1 إذن مباشرة اللمت does not exist so we have different limiting values along different paths approaching 0 0 إذن اللمت للدالة x y does not exist غير موجود النهائي أما إذا كان متساوي لا يعني يوجد limit فلذلك بأضطر أنه أشوف كمان مسارات أخرى حتى نصل للمطلوب طب example 3 show that limit للدالة x y ناقص y على x z y does not exist as x approach to 0 0 هنا هنا عوض مباشرة حطين 0 0 لا يعني أنه does not exist مباشرة لذاك لابد أنه نستخدم two path test نعم طب خلينا ناخد بشكل عام حول family of lines y بالساوي m x هنا m هو m الخط المستقيم y بالساوي m x هنا بنفعش ناخد x بالساوي 0 لأنه أخذنا بالساوي اللي هو 0 ستكون قيمة y بالساوي 0 إذن سيقول إلى 0 على 0 نعم في هذه الحالة نعوض بدل y m x إذن الدالة ستكون 2x y على x plus y as y بالساوي m x نعوض بدل y m x ثم ناخد على المشترك x في البص والمقام سيقوم 2 ناقص m 1 زائد m وهو كونستنت يعني ما فيش متغيرات إذن حيكون الليمت للدالة fx y as x y approach to 0 0 along the y بالساوي m x حيعطينا يعني 2 ناقص m 1 زائد m ما خلصناش لأنه بناخد بشكل خاص لأنه هذه عبارة y بالساوي m x بها ما لا نهاية من الخطوط ناخد بشكل خاص يعني قيم لأنه مثلا أخدنا m بالساوي 1 يعني along the path or the line y بالساوي x فاللي مثل الدالة as x y approach to 0 0 along y بالساوي x منعوض بادي m بالساوي 1 يعني 2 ناقص 1 1 زاد 1 3 4 في ناحية للساوي للدالة على 1 زاد k وهذا مقدار ثابت إذن مقدر ناخد يعني حالات إذن الليمت للدالة بشكل عام على الفاميلي of barabolas هيكون 2 k على 1 زاد k تربيه طب نخصص الآن لو خدنا k بالساوي 1 يعني الليمت على البارابولة y بالساوي x تربيع كأن أعوض بادي k بالساوي 1 للنتج في الخطوة السابقة إذن الليمت للدالة of xy as xy approach to 0 0 along the parabola y بالساوي x تربيع 2 في 1 على 1 زاد 1 تربيع حيطينا 2 على 2 بساوي 1 إذن الليمت بساوي 1 على المسار y بالساوي x تربيع طب لو خدنا مثلا k بساوي 2 يعني ليس بالضرورة أنه أخذ دايما 1 2 ممكن ناخذ مثلا في حالة k بالساوي 0 أو في حالة k بالساوي أي عدد حقيقي آخر لهم أن ينتج لي أنه two limits مختلفات نعم يعني على البرابولة y بالساوي 2 x تربيع نعوض بادل k بالساوي 2 يعني 2 2 على 1 زاد 2 يعني 4 على 5 طب 4 على 5 باب الساوي 1 إذن ما فيش limit يعني by the two we have limit لد 2 x تربيع y على 4 زاد y تربيع as x y approach to 0 0 does not exist نعم طب ليش إحنا ما خدناش على الخطوط المستقيمة والملاحظة التالية لو أخدنا في هذا المثال السابق على الخطوط المستقيمة y بس m x طب عود بدل y m x يعطينا يعني في النهاية إنه قيمة f x y حساوي 2 m x في هنا variable 1 زائد m تربيع حيث m هنا يعني اللي هو الميل و x لا تساوي 0 إذن limit للدالة f x y as x y approach to 0 0 along y m x على جميع الخطوط وهي ما لا نهاية من الخطوط المستقيمة عود x بصفر 2 m في 0 1 m تربيع الحي ساوي صفر مهما كانت قيمة m حي ساوي 0 يعني limit على جميع المسارات وهي الخطوط المستقيمة صفر إذا ما ناتج عنا هناك two limits مختلفات لذلك ما أخذنا الخطوط المستقيمة لوحدها لكن بنفع أخذ مثلا خط مستقيم وبرابولة بكون صحيح يعني بكون هنا limit على الخط المستقيم y مثلا mx يساوي صفر بشكل عام أو بشكل خاص مثلا أخذنا y يساوي 2x أو y يساوي x ممكن أخذ أروح البرابولة اللي هي y يساوي x تربيع حيطين هنا limit 1 وهذا limit صفر إذن فينا نتحقق الشرط two path test إذن ينتج do not exist أو does not exist لي الدالة طيب خلينا أخذ مثال إنه كيف نحسب إنه limit does not exist لدالة as x approached to 1 1 يعني مش صفر صفر لنقطة أخرى يعني منفع يعني لنقاط غير الorigin هذا المثال وهو عبارة عن سؤال بالكتاب limit للدالة x y تربيع ناقص 1 على y ناقص 1 as x y approach to 1 1 does not exist طب أول حاجة خلينا نعرف الدومين للدالة دومين الدالة يعني كل النقاط x y حيث x y في r ما عدا إن y ناقص 1 لا يساوي صفر يعني y لا يساوي 1 طب y تساوي 1 عبارة عن الhorizontal line في x y plane يعني حكون الدومين كل x y plane accept the line y بالساو 1 فلذلك ما ينفعش أخذوا مسار الآن بدنا مسارين مختلفين يمروا بالنقطة 1 1 فلو خذنا المسار x بالساو 1 وهو vertical line نعم فلذلك منعوض في الدلة بدل x بالساو 1 إلا حتعطينا إنه فعلا هيكون إنه y تربيع ناقص 1 على y ناقص 1 يعني هنا بدل x وضعنا 1 هنا في البسط بنقدر نحلل وضعنا بدل x 1 حيكون y ناقص 1 y زاد 1 على y ناقص 1 مختص في البسط y ناقص 1 والمقام y ناقص 1 يعطينا y زاد 1 إذن المت للدلة حيكون المت ل y زاد 1 يعني هنا فقط ظهر عندنا الباريب y نعود بدل y 1 اللي يعطينا بساو 2 إذن المسار على النقاط الدومين هنا إحنا ما رسمنا الدلة فقط الدومين على المسار x بساو 1 قيمة الليمت بساو 2 طب ناخد مسار آخر مثلا y بساو x وهي هذا اللاين يمر بالنقطة 1 1 إذا منعوض بدل y بx اللي حيطينا يعني هنا في الدلة ضع قيمة y بساو x حيطينا x cube ناقص 1 على x ناقص 1 نعم نقدر نحلل اللي هو فرق بين مكعبين x ناقص 1 في x تربية زاد x زاد 1 على x ناقص 1 مختص مختص من البسط المقام x ناقص 1 إذن ينتج x تربية زاد x زاد 1 إذن اللي مثل الدلة as x approach to y as x approach to 1 1 على along the path y بالساوى x يعني منعوض هنا بادي x بواحد يعني هيكون 1 تربية زاد 1 زاد 1 يعطينا 3 طيب على المسار x بالساوى 1 نتج الليمت بالساوى 2 أما على المسار y بالساوى x نتج الليمت بالساوى 3 إذن مختلفات two limits are different إذن by the two buff test الليمت للدالة does not exist للدالة المعنية نعم خلينا نعرف معنى الcontinuity للدالة of two variables variables a function fxy is continuous at the point x0 y0 إذا تحققت ثلاث شروط وهذه الشروط وردت للدالة of single variables يعني بالمتغير x لكن هم متغيرين هنا متغيرين x y لا بد أن تكون الدالة معرفة عند النقطة x y وكذلك الليمت للدالة x y as x y approach to x y exist يعني موجود الليمت وكذلك قيمة الليمت للدالة عند النقطة x y بساوي قيمة الدالة عند النقطة x y يعني الخطوة الأولى الخطوة الثانية لابد أنه يساوي بعض exist ومعرفين وبيساوي بعض طيب نمره ب if it is continuous at every point of its domain نقول عن continuous إذا فعلا كانت continuous عن كل نقاط المجال للدالة وهذه نفس تعريف للcontinuity of single variable طيب example 6 where the following functions are continuous عندنا الدالة fxy x تربيع زاد y تربيع على x تربيع ناقص 3x زاد 2 طيب نقدر نحلل المقام المقام هيكون x ناقص 2 x ناقص 1 هنا الدالة الكسرية بنفعش يكون المقام يساوي صفر إذن هيكون f continuous under set كل x y x y in r والمقام يعني x ناقص 2 في x ناقص 1 لا يساوي الصفر طيب ماذا تمثل x ناقص 2 يعني في حال x تساوي 2 وx تساوي 1 يعني سيكون كل النقاط x y يعني continuous عند كل النقاط x y في x y plane accept the two lines x بساوي 1 وx بساوي 2 هنا بتكون فعلا الدالة معرفة كل النقاط ما عدا الخطين العموديين x بساوي 1 وx بساوي 2 طيب نمرة 2 x y 1 على x تربي ناقص y أيضا سيكون continuous عن كل النقاط x y حيث x y r ما عدا ان المقام بساوي 0 يعني x تربي ناقص y يساوي 0 يعني وهي عبارة عن y لا يساوي x تربي طيب continuous عن كل النقاط في x y plane ما عدا البرابولة y بساوي x تربي ناخد المثال 3 الدالة اللي معرفة بهذا الشكل piecewise function f x y بساوي 2 x y على x تربي زاد y تربي حيث x y بساوي origin 0 0 وقيمة الدالة 0 حيث x y بساوي 0 0 هالمشكلة بدنا نفحص عند origin لكن قبل origin الدالة ما هي كسرية والمقام يعني بساوي صفر إلا عند الصفر إذن الدالة معرفة عند كل النقاط مع هذا origin إذن f is continuous on the set كل x y 1 x y ينتمي ال r و x y لا يساوي 0 يعني كل النقاط في x y plane مع ال origin الآن نفحص عند origin طيب عند origin الدالة معرفة is defined يبقى المت نشوف المت طيب الآن هذا المت لو عوضنا بصفر صفر حيعطينا 0 على صفر طيب خلينا نروح نكتشف بال two bath test لو لو أخذنا على الفاميلي of lines y سوى m x ستكون الدالة يعني لما نعوض حينما نعوض بادل y سوى m x عوض بادل y سوى m x سيكون سيعطينا 2 m على 1 m square إذن المت للدالة of xy as xy approach to 0 0 along the family of lines y سوى m x هيساوي 2 m 1 z m تربيع يعني الطالب لو معرفش كيف يعوض ياخذ المسارات خصوصا هنا يعني في origin ياخذ مثلا family of lines y m x y k x تربيع أو المنحنيات الثلاثية التكعيبية y k x cube وهكذا ممكن أيضا نعكس بدل x y بدلالة يعني x نخليه بدلالة y نقول مثلا x دوساوي ky تربيع أو y أو x دوساوي ky y تكعيب على هوا طبيعة المسألة الطالي لابد أن يكون يعني مرن في الحل بهذا الأمر إحنا بنعطي يعني أمثلة لابد أن الطالب يتعود على مسائل أخرى ويتطلع على مسائل الكتاب إذن الليمت على جميع اللاين y بالساوي m x حيث ساوي الكون constant 2m على 1 زاد m square طب الآن نعوض مثلا ناخد قيمتين لm بنفع صفر بنفع 2 بنفع 3 بنفع أي عضو حقيقي اللهم يعطينا إنه قيمتين مختلفتين طب على المسار وهو اللاين y بالساوي x بنعوض بدل m بساوي 1 حيطينا 2 في 1 على 1 زاد 1 تربيع 2 على 2 بساوي 1 طب على اللاين y بالساوي 2 x يعني في حال m بساوي 2 نعوض بدل m بساوي 2 يعني 2 2 على 1 زاد 2 2 يعطينا 4 5 طب 4 5 بساوي الواحد إذن في قيمتين مختلفتين 2 limits على 2 باف إذن حيكون does not exist عند ال origin طب limit does not exist إذن not continuous إذن f does not continuous at the origin إذن يبقى أنه الدالة فقط ستكون continuous على كل النقاط في ما عدا من الخطوة الأولى طب نمر 4 الدالة من ثلاث متغيرات f y z y زائد 8 على x زائد 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 تربية ناقص 1 مشكلة دائمة الدالة الكسرية بنفعش يكون المقام مساوي صفر إذن f continuous on the set xyz بحيث xyz تنتمي إلى r وx تربيع زائد زائد تربية ناقص 1 لا يساوي صفر أو x تربيع زائد زائد تربية لا يساوي صفر طب ماذا تعطي في الفضاء x تربيع زائد زائد تربيع مساوي 1 هذه خطوها في شبط 12 تعطي cylinder يعني مستثني لأنه كل النقاط الموجودة على الاستوانة الدائرية في الفضاء يعني all points have continuous on the set وهي all points xyz in the space except the cylinder x تربيع زائد تربيع بساوي 1 طب آخر نقطة نتكلم عن composite functions في several variables يعني هنا هستخدم دالة من متغيرين ودالة من متغير واحد إذا كانت fz بساوي fxy دالة من متغيرين is continuous at x y and w بساوي j of z is continuous at z 0 بساوي صورة الدالة f عند النقطة x y إذن مباشرة من الستنتج إنه the composite function j circle f defined by الو w so j of f x y is continuous at x y 0 يعني هنا عملنا composition of functions ل دالة of single variable و دالة of two variable صحيح لأن صورة الدالة f يعطي عدد حقيقي واحد single variable dependent for x naught y naught أو x y نعم طيب ناخد مثال لأن let z بساوي f x y x x y and w بساوي j of z e or z طيب هنا حتكون الدالة z continuous for all r square يعني for all x y in the plane x y وأيضا exponential function continuous على r إذن composite function j of f x y 0 لأن x تربيع تكون non negative يعني إما 0 أو موجبة فيبقى المقام يساوي 0 طيب لو خذنا j of z الهي w بساوي cosine z إذن composite function w بساوي j of f x y بساوي cosine x y على x square z 1 is continuous at every point x y in x y plane نعم بكون هيك يعني فعلا عملنا composition of functions بكون هيك إحنا انتهينا من محاضرتنا من section 14 2 نشكر لكم حسن استماعكم نتمنى لكم التوفيق في درستكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته